في الحقيقة التطور اللي بيحصل بشكل مستمر في المجالات العلمية والتكنولوجية وخصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تجاوز كل الحدود ما بقاش فيه سقف لهذه التطبيقات اللي يعني ما شفنهاش قبل كده وما كناش حتى نحلم أن هي تبقى موجودة حتى قصص الخيال العلمي اللي بتظهر في أفلام هوليوود بقت واقع بنعيشه بالفعل خلينا بس يعني لو بصينا يعني على الأخبار اللي جاية من أمريكا والتجارب اللي بيعملها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المعروف بأنه هو مهووس بعالم التكنولوجيا اللي أطلق قبل كده عدد من الصواريخ الانفضاء اللي هو سبيس إكس المعروفة بسبيس إكس ومالك شركة تيسلا بتاعت صناعة السيارات قال إنه هو حيطور رقائق إلكترونية أو شريحة في حجم العملة المعدنية علشان نزرعها داخل دماغ الإنسان وعلشان نربط هذا المخ البشري بجهاز حاسب آل تخيلوا إحنا ممكن نعمل إيه والكلام ده بعد ما حصل طبعا عمل صورة في أمريكا يعني في حاجة زي السيم كارد جواك كونكتد أو مرتبطة بأجهزة بتشوف بقى ضغط دمك حالتك الصحية النفسية المزاجية رايح فين جاي منين لو تهت حنجيبك يعني بيعملوا إيه الناس دي؟ بيخوفون لأن ده مش منطقي فكرة إنه يبقى عندي إحنا بنبقى قلقانين من التليفون وبنقعد نقول وإحنا لما بنقعد نتكلم مع بعض بنلاقي سوشال ميديا بتطلع إعلانات للحاجات اللي بنتكلم عليها وبنبقى قلقانين من اللي ده بيحصل فتخيل بقى ده كده والتليفون إنت عندك القدرة على إنك تقفله وتفتحه وتقفل الكاميرا وتفتح الكاميرا لكن يبقى فيه شب أو يبقى فيه شريحة مزروعة جوه جسمك حد قاعد جوك حد تاني يقولك أنا برأي بالضغط دمك وبرأي بحالفك المسجاية والمسجاية يعني قصدي ده أنا ممكن ألحقك مهو زي الساعة فحالات شديدة الخطورة أعتقد مش عارفة يعني هو دايما الإنسان بيخاف من اللي هو مش عارفه أو الإنسان بيخاف من الحاجة اللي هو مش بتعود عليها يمكن زمان قوي لما كان الكلام عن إن الموبايل حينزل مصر فالناس كانت وقتها ما تقولي هو الناس يعني وراها إيه قوي مهمة علشان تتحرك طول الوقت بالتليفون من الناس عارفين موعيد بعض في البيوت وفي الأول كانت الناس الآن دلوقتي مفيش طفل حتى يعني الأطفال بنيبقى جايب يعني كتير من الأطفال طبع مش كل الناس بس ماشيين بسمارت واتش وماشيين بالحاجات اللي بتساعد أهلهم منهم يبقى عارفين عنها فمعرفش بس أعتقد أن احنا بنيبقى خايفين من الحاجات في بدايتها إذا كان الاصطناعي طبعاً تطور مهم بيفتح طبعاً باب مجالات ومهارات وخدمات يمكن ما كانتش موجودة قبل كده أعتقد من كام سنة فاتوا لو كان حد حيقولنا أن فيه مثلاً جهاز ممكن يجاوب على كل الأسئلة اللي في بالنا ما كانش حد حيبقى متخيل أنها حاجة طبيعية أو ممكن أن يحصل حدش حيبقى متخيل أن فيه حاجة تساعد في حل مشكلة تقنية مش محتاج أن أنت تفك الجهاز وتركبه بنفسك مجرد أنك تدوس على مجموعة الضرائر حتحل المشكلة أن فيه حد يكتب لك مثلاً مقال شديد التخصص عن الاحتباس الحراري عن أي حاجة كل الكلام ده كان يبقى بعيد كل واحد متخيل أنه لازم يقوم متخصص جداً عشان يقدر يعمل الكلام ده لكن الحقيقة أن ده بقى أمر واقع بصورة أكتر احترافية منشوف ده النهاردة وبمنتهى السهولة وبأسعار رمزية اللي لم يكن ببلاش في بعض الأحيان مثلاً في تشات جي بي تي تشات جي بي تي ظهرت لي كمان نمازج بتقول ده معمول من تشات جي بي تي ولا بمعنى آخر عدد كبير من طلبة المجستير والدكتوراه عملوا الرسائل بتاعتهم على تشات جي بي تي فتشات جي بي تي طلع موقع تاني يقول هل أنا اللي كاتب الحاجات دي ولا أنا مش كاتبها يعني هل هي معمولة بجماغ بفرية ولا احنا شوفوا راحين فين يعني مجرد مقال أنا بكلمكم في مقال في رسالة دكتوراه في رسالة مجستير في أي بحث عندك انت زمان كنت على جوجل بتكتب الجملة بتلاقي حاجة اسمها نتائج البحث وانت بقى بتقعد ايه تشوف هنا النتائج النتائج لغاية لما تعمل يعني التخيل بتاعك عن هذا الموضوع لكن تشات جي بي تي يعني اختصر حاجات كتير عايز اقول لكم ان هذا الموقع وفي مفاجأة من العيار الثقيل اعلن من يومين عن برنامج جديد اسمه سورة ايه بقى سورة تبقى؟ تخيلوا ايه البرنامج ده؟ سورة ده بيحول كل نص مكتوب لفيديو قريب جدا من الواقع وبسرعة كبيرة جدا مثلا يعني يا منا هتكتبي على صورة ده نص تاريخي حرب 73 ثورة 19 مثلا مجرد ما تدخلي هذا النص على البرنامج حيظهر لك فيديو في صور للشخصيات اللي انت ذكرتها في النص هيجيب لك بقى ساعة الدين الشازلة وقارة اكتوبر وبحق التبار ليف كل حاجة هيجيبها ومش كتا بس ده هيجيب فويس اوفر يعني هيجيب حد ما كاننا احنا استبدلنا وهيجيب فويس اوفر حد يقرى الكلام اللي حضرتك كاتبه وهيعمل منتاج بجودة عالية جدا بمزيكة بتصميم باخراج مبتكر كل ده بيحصل بمجرد خلاص انت شوفت طبعا الصور اللي معمولة على تشاة جي بي تي ان انا مثلا احط صورتي واقول حطيني انا في امريكا حطيني انا في سويسرا بيجيبك في احلى صورة لي بقى احلى لبس بقى احلى شكل والصورة استحالة يعني لو دققت جدا لا 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 باينة باينة وبنبقى شايفين وبتبقى تعبير الوش ما بتبقاش تعبير الوش يعني هي طبعا بجودة عالية جدا وان كان يعني ده ممتاح بالفوتوشاب يعني محترف الفوتوشاب وهو حتى مش محترفي يعني بالبروجرامز الموجودة والتطبيقات الموجودة والأبليكيشنز الموجودة على الموبايل سهل ان الاطفال الصغيرين تعملها ولكن طبعا عامل ثورة كبيرة جدا في الموضوع ده ومقلق يعني الموضوع مقلق طبعا جدا يعني ويخليك تبقى مش عارف ده وارد انه يحصل ولا لا احنا إسا مش عارفين نتعامل كويس مع سيري اللي بقت بتحللنا كل حاجة اللي موجودة في التليفونات فبقت صورة الأخت الأصغر دلوقتي هي اللي هتكون موجودة وحتعمل ايه ده اللي هيكون واحد من الفقرات اللي موجودة معانا النهاردة هنتكلم فيها عن التطوير الكبير اللي بيحصل فيه تطبيقات الزكاء الاصطناعي وازاي نقدر نستفيد منها بالشكل الأمثل وفي نفس الوقت ازاي نتجنب مخاطرها مرة تانية من صبح على حضرتكم صباحكم زي الفل وصباح الخيري مصر